تبقون تجيبون زي لا كثم تبقون تجيبون زي هذا النبس بإذن الله تعالى في شرح اليوم رح أشرح لكم بالتفصيل اللي هو لبس تشبه التيتر مرة نايس لكن أبو بي قبل ما نبدأ الفيديو إيش تسوون لا تنسوا الصلاة والسلام لا تنسوا الصلاة والسلام وتحطون زر اللايك وإذا حاب تدعمني من جد تدعمني حرفيهم بدون أي مقابل ألاويها تدخلون صفحتي حق تريكروم تضغطون كلمة support بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في الشرح وصح أحبت أعرفكم على أخوه يوسف للي ما يعرفها طبعا أنا قاعد أحاول أحاول كثيرا أنه يخش فريكروم ويتأقلم يوسف أدعم أدعم أختك في الله يا أخي استخبر الله العظيم يوسف يا جماعة قاعد يعلج أوكي مبدئيا هذا هو الموقع طبعا مبدئيا رح أحط هذا الرابط في التعليق المثبت بحيث أنه إذا حاب مثلا يقرأ أكثر أو يتعمق أكثر من هذا الكلام طبعا الجوائز اللي هو عبارة عن هذا الثلاث اللبس اللي هو تشبه تيتشارية لكن أنا أشوفها بنظري أفخم خلونا على طول ننط ونتكلم عن إيش السالفة إيش المفروض لتسوي اللي هو تسوي الفيديوهات مثلا توتريل سواء كان بالسي فيتو بلد أي فيديو تعليمي حرفيا حتى إذا بغيت نتفهم من أي حد في اليوتيوب ومن كده وتشرحها الأمور طيبة لكن بشرط أنه يكون الشرح واضح وأنك تشرح خطوة بخطوة يعني مو بأنه يعني تشرح كذا فجأة يلا يلا زيك لا خطوة بخطوة بحيث أنه تكون شرح واضح وبرضو في السبمت رح أشرح لكم في السبمت إيش تسوون اللي هو مثلا تكتبون مثلا إن كان للمبتدئين أو للمتوسط أو للمحترفين وخيرا ليس آخرة المفروض المقاطع اللي تبون تسوون سبمت أو تلطوها حق ركروم ما تكون أقدم من تاريخ سنة 2023 شهر 12 أنتوا تسووا فيديوهات جديدة تكون أفضل طيب عشان أوضح أكثر رح نخلي هذا على آخر شي بنتكلم الحين عن ناحية هذا اللبس هو نظامها النقاط أول لبس هذا مثل ما تشوفون اللون الأزرق عليها نقطتين اللون الأحمر خمسة نقاط اللون الأبيض عشر نقاط طيب أمول من ناحية النقاط كيف تنحسب الفيديوهات اللي أقل من ثلاث دقائق اللي هو على سبيل المثال شورتس مقاطع شورتس مثلا دقيقتين أبو دقيقة أقل من ثلاث دقائق رح تعتبر نص نقطة لكن المقاطع اللي ثلاث دقائق وفوق رح تنحسب نقطة وحدة طيب أمول أنا أريدي الحين عندي المقاطع عندي مقطع عن ثلاث مقاطع ودي الحين أحطها عند ركروم أو أرسلها لريكروم كل اللي عليكم تروحون هالمكان اللي هو وهي سبمت توتيري تضغطون عليها ضغطة وحدة يوديكم لهذا الصفحة أول حاجة كل اللي عليكم تحطون اللي هو اليوزر الداخلي خاص في ركروم خاص فيكم أما من ناحية هذا تشرحون مثلا اللي هو الفيديو حقكم عن إيش هل هو بيلدينج هل هو سي في تو هل هو ركروم ستوديو أو حاجة ثانية إذا حاجة ثانية اضغطوا على هذا الصح وبعدين اكتبوا اللي هو عن إيش الشرح وهذا المكان ألا وهي تقولوا لهم مثلا المقطع اللي انت شرحتوها هل للمبتدئين هل للمتوسط هل للمحترفين وبرضو هنا هنا جدا مهم ألا وهي تحطون اليوزر الدسكورد خاص فيكم إنه في حال مثلا المقطع حقك إن حسب فيها نقطة رح يكلموكم في نفس الدسكورد اللي بتحطونا هنا إنه نقبلته أو لا وأخيرا ليس آخرا هنا انتبهوا في حاجة جدا مهمة من هنا إذا أنت عندك مقطعين حط مقطع واحد فقط يعني بالأصح هذا المكان تحط بس رابط مقطع واحد وتضغطون إرسال يبأمون أنا عندي مقطعين ما في أي مشكلة بعد ما تسوين إرسال وحمر الثاني حقت هنا اللي هو سبمت توتريل اضغطوا سبمت توتريل حطوا المقطع الثاني والمعلومات كلها مرة الثانية عندك مقطع ثالث تروح سبمت توتريل تحط المعلومات والمقطع الثالث وهكذا طيب أمون أنا الحمد لله إن قبلت في مقطعين وين قا أقدر أحصل هذا اللبس اللبس هذا رح تجيكم عبارة عن صندوق ما نعرف إن شرحت كل حاجة كل حاجة حرفيا لكن صدقوني صدقوني هذا الشيء أو بالأصح هذا النظام صارت أسهل وأبسط من النظام السنة الماضية واللي اللي قبله ومن هذا الكلام فياستغلوا هذا الفرصة سووا توتريل إذا ما عدتكم أفكار مو مشكلة عندكم يوتيوب في ناس نزلوا شروحات يمديكم تقلدوهم بس بأسلوبكم الخاص بطريقة واضحة وإذا عدتكم أي سؤال واستفسار اكتبوا ليها في تعليقات أو في أسفل الفيديو بإذن الله تعالى رح أرد عليكم بأقرب وقت أحبكم في الله يحلم تابعين أشوفكم بإذن الله تعالى في مقطع جاي مع السلامة